قوانيننا اللي هي موجودة حالياً ما هيش مستغلة التكنولوجيا بالشكل اللي هي مفروض تستغلة طبعاً أنا نشوف المشكلة الأساسية أن طبيعتنا وطبيعة الإنسان وسرعة التكنولوجيا وكل الأشياء اللي احنا نستعملوا فيها زي أجهزة الهاتف تهوه وكيف الأجهزة الموبايل كيف أنها هي سريعة وتقدر تدير اتصالات أسرع والمعلومات تنتقل فيها أسرع نحن نتغلبنا على القوانين والقرارات اللي هي موجودة وفي رهبة نوعاً ما من تغيير القوانين والقرارات تهياناً تقصد أن التكنولوجيا تسبق دايماً القانون؟ بالضبط التكنولوجيا قاعدة تسبق في القانون نحن نتعامل بتكنولوجيا اللي هي حديثة الآن سريعة سهلة ورخيصة لكن قوانيننا والقواعد والقرارات اللي هي موجودة تناسب الهاتف مثلاً البريد أساس المشكلة نفسها علاش فيه فروقات هذه لو كان احنا اتهمنا الفساد وقلنا مثلاً روه فيه فساد في المؤسسات شن سبب الفساد هذا وشن كيف احنا نكونوا مبدعين في اختراع أفكار ان احنا الفساد هذا نقدروا نتغلبوا عليه تقريباً ان احنا نقصوا الحبل أو نقصوا الطريق على كل الفساد يعتبر شبه مستحيل حالياً أو لو كان هو سهل روح ندرناه في السنين اللي فاتوا بس اعتقد انه مفروض حالياً نشوفه للنقاط اللي احنا نقدروا نكونوا فاهم مبدعين باش نقدروا نتغلبوا على الفسادة هواياً الفرص مفروض تكون بشكل أفقي مش بعمودي عمودي هو الشخص الواحد اللي عنده الفرصة هذه بس لما تبدأ الفرص مفتوحة لأكتر من شخص وفيها الشفافية زي ما رجعنا احنا ندوينا في قصة العطاءات اللي هي طبعاً مفروض تكون مفتوحة للكل معاش في حد يحتاج لحد تاني معاش في حد مثلاً يطلب حد تاني في مساعدة معاش في حد مثلاً يستنى ان في شخصية معينة ترضى عليه أو توافق عليه أو مثلاً تشبح له باش ان هي تحصل فرصتها في الحياة يعني فأعتقد السبب هو نرجع لموضوع نفسها الشفافية يقولك يعني ولي نعمتي هذا ما نقدرش نقولها لا مدى ما ما فيش فرص أخرى في مكان آخر بالضبط وانت ما تقدرش تلوم عليه ناس تدور في القوتها اليومي وتدور في النهية كيف بتوكل صغارها وكيف مثلاً بتعيش وكيف بتاكل وكيف تشرب فما تقدرش انت في اللحظة هذي هو مش فعل صح يعني احنا ما ندعموش في الكلام هذا وما تقولش انه هو بس حاجة الانسان لانه هو يدير الموقف هذا ويدير الحاجة هذه تطلب سجاعة كبيرة تطلب سجاعة كبيرة تطلب سجاعة كبيرة